نستعين بالله تبارك وتعالى على الإجابة عن بعض الأسئلة التي وردت من الإخوة حضور الحلقة السائل بيقول الوهابية يحددون لله مكان وهل هذا حق؟ طبعا السائل لعله يقصد بالوهابية وهو الناس اللي يتكلمون في الحلقة وعلماء الأمة الإسلامية الذين مضوا كشيخ الإسلام بن تيمية والأئمة الأربعة والأئمة المعاصرين كالمجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب والعلام بن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم من العلماء وبيكسو ديل قاصد بيديل الوهابية وإن كان ما في فرقة اسمها وهابية أصلا ما في الآن فتش كل الفرق ما بتلقى فرقة ولا جماعة اسمها الوهابية بتلقى صوفية بتلقى أنصار سنة بتلقى إخوان مسلمون أو إخوان مسلمين لكن وهابية ما بتلقى ما في فرقة اسمها الوهابية ما الشياء ما مشكلة فقال يحددون لله مكان وهل هذا حق؟ شوف نحن هذه المسائل التي تتعلق بالله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات لا نرجع فيها إلا لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أتمنى من السائل والحضور جميعا إنه بس افتح لي أطاندي تمام إذا جبت لك كلامنا من عندي طوالي رده أرميه في أقرب محل بتاع نفايات لكن إن جبت لك كلام من القرآن والسنة وجب عليك تشيلوا ولا على كيفك ولا على كيفك لأن ربنا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم طيب ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الملك أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير دي في سورة الملك أأمنتم من في السماء ومن اسم موصول بمعنى الذي يعني أأمنتم الذي في السماء أن يرسل عليكم حاصبا سؤال من هذا الذي في السماء والذي يرسل الحاصب من؟ منه؟ منه؟ نحن بنقول الله تبارك وتعالى لو قلت لي لا الذي في السماء ما هو الله تبارك وتعالى أنت مطالب تجيب دليل مطالب تجيب دليل إما من القرآن إن في السماء دماء الله إما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما من قول الصحابة نحن بنقول لك أأمنتم من في السماء هذا هو الله تبارك وتعالى بالإجماع بالإجماع أشوف أنت عشان تخرق الإجماع شانت تقول لي لا ما في إجماع أنا بطالبك تجيب لي صحابي واحد واحد بس صحابي واحد قال الذي في السماء ده ما الله واحد ما أنت البطالبني أنا بيدليل أفهم أنا البطالبك أنا الآن قلت لك إجماع إجماع من الصحابة إن هذه الآية الذي في السماء من الله تبارك وتعالى إذا أنت قلت لدى ما الله تجيب لي صحابي واحد أو حديث من النبي صلى الله عليه وسلم أو آية من القرآن إن الذي في السماء ليس الله تبارك وتعالى دين إمره واحد أفهم تمام أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض الله بنا تبارك وتعالى الذي في السماء لو قلت ليلة أل في السماء دماء الله دين الملائكة وده جبريل بقول لك ربنا قال عن الملائكة في سورة النحل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون في سورة النحل يخافون يخافون من فوقهم إذن ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن نفسه أنه تبارك وتعالى في السماء دارين دليل تاني دليل تاني قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل السالح يرفعه إليه يصعد الكلم الطيب يصعد يعني شنه من تحد لي وين لي فوق بدليل قال والعمل السالح ما له يرفعه شرعاً وعقلاً لا يمكن الصعود والرفوع لا يمكن يكون إلا من تحد لي فوق شرعاً وعقلاً دليل تالت دليل تالت ربنا قال إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي إلي الضمين الراجع لمنه لله تبارك وتعالى هرافعه وين إذا الله ما في السماء دار يرفع عيسى وين يعني إني متوفيك ورافعك إلي دليل على أن الله تعالى في السماء دليل رابع أمسك عندك الكلام هذا تماماً دليل رابع قال الله تبارك وتعالى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ القرآن نزل من وين؟ من الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أَنْزَلْنَاهُ عَقْلًا وشَرْعًا النزول ما بيكون إلا من وين لي وين؟ من فوق بس تعال أغنعني بالهندسة بالرياضيات بالفيزياء بأي علم في رأسك ده تعال أغنعينه النزول ده ما بيكون من فوق بأي علم في رأسك القرآن نزل من عند الله تبارك وتعالى نمشي كذا السنة والآيات كثيرة كل القرآن يدل على أن الله تعالى في العلو لأن القرآن كله منزل من وين؟ من عند الله تبارك وتعالى كذا رح نمشي السنة شأن نشوف هل أنت تفهم أكثر من الصحابة؟ أنت تفهم القرآن والسنة أكثر من الصحابة؟ راجع تفسير ابن كثير قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى زيد منها وترى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترى نقل ابن كثير من صحيح الإمام مسلم وكذلك في البخاري عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت كانت قالت تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات وزوجني الله من فوق سبع سماوات لأن الآية دي بتتكلم عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش كانت زوجة مين؟ كانت زوجة زيد ابن حارثة رضي الله عنه قالت كده أها دي برضو وهابية زينب بنت جحش وهابية ما بتفهم القرآن يعني وما بتفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال ودفي صحيح الإمام البخاري في غزوة حنين لما انقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم الغنائم دفي البخاري فقام رجل من الخوارج وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء وأنا أمين من في السماء ده برضو جبريل ده جبريل برضو أمين من في السماء الله تبارك وتعالى ألا تأمنوني حديث معروف إن كل الناس إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وأنا أحكي لك قصة واحد إمام صوفي في المنبر يوم الجمعة داري فهم الناس إنه الله ما في السماء لف ودور وأطلع ونزل وجاب شبهات لما نزل من المنبر أظن كان في مره بره دائرة مساعدة قلت له مولانا بعد هذا الجمعة ورلي الناس المصلين يساعدوني بعد ما انتهى من الصلاة قال لهم يا أخوانا المصلين في مره محتاجة بره عند الباب وساعدوها لأنه الله قال يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء في السماء دا منو يا أصوفي ها؟ شان تعرف الشغلة شو الشغلة دي ما شو ما بتقدر تليفوا الدورة علينا والله نهاي دليل خامس ولا سادس النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلوات الخامسة وإن؟ وإن؟ في السماء في السماء الفرض عليه ومنوه الله تبارك وتعالى أنتم مش بتحتفلوا بالإسراء والمعراج؟ ها؟ مع أنوا الاحتفال بدعاً إحنا عندنا وما عندك عليه ودليل مش بتحتفلوا أيوة عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن؟ فوق السماوات السبع لما نوصل عند سدرة المنتهى عندها جنة الماوة إذ يغشى السدرة ما يغشى وصل هناك جبريل عليه السلام رجع النبي صلى الله عليه وسلم واصل ففرض الله تعالى عليه الصلوات خمسين صلاة تقدر تغالد في ضياسوفي؟ تقدر؟ حتى نزل إلى السماء السادسة فراجعه موسى عليه السلام ورجع إلى الله تبارك وتعالى حتى جعلت الصلوات خمس في العمل وخمسين في الميزان أهدك إيه؟ فأين تذهبون؟ ها؟ ونديتك إجماع زي ما ذكر الإمام الذاهبي في كتابه العلو نقل إجماع السلف أن الله تبارك وتعالى بذاته فوق سماواته تبارك وتعالى مجد كده كله كويس؟ ياسوفي أبوك الشيخ البرعي أنت تتوردت معنا أبوك الشيخ البرعي في ديوان رياض الجنة ونور الدجنة قال الله في السماء والله الأسرع السماء شاف ذات مولاه من هو في السماء أها؟ ده وهابي برضو المرعي البرعي رأيك في وجنه البرعي قال الله في السماء يا تبقيء لي وهابي ولا شوف لك صرفة مع البرعي نحن دي ما أم والله إلينا ما قلنا ده كلام البرعي ملحن بطار الأسرع السماء شاف ذات مولاه من هو في السماء ده البرعي قال النبي صلى الله عليه وسلم شاف ذات مولاه من هو في السماء قال كده أيوة أيوة القصيدة معروفة إن داير الحلقة جايب أجيب لك بصوت أولاد البرعي تتورط والله تتورط إلا شوف لك صرفة مع أبوك الشيخ نحن ما قلنا البرعي قال الله في السماء هادي تحلوها كيف يا سوفي تحلوها كيف هاي كويس ما مشكلة انت ما خليك طبيعي طيب تحلوها كيف دي عريدة الحاسن فشوف دي كلها أذلة أخواننا على أن الله تعالى في السماء تبارك وتعالى وما معنى في السماء يعني جوة أفهموا ما معنى جوة لأن ديل بيقول لك أنت لما تقول الله في السماء معنات جو السماء معنات السماء محيط بيو لا كل هذا باطل لأنه ما نص عليه القرآن ولا السنة إنما فيه بمعنى العلو بمعنى العلو طيب جبت الكلام ده من وين من القرآن ذاته أول حاجة شوف في اللقاء العربية حروف الجر تنوب بعضها عن بعض في اللقاء العربية الحروف بتحت الجر بتجي واحد مكانة تانية على حسب السياق ربنا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور فامشوا في مناكبها لا يمكن فيه هنا تكون بمعنى داخل لأنه ربنا ما أمرنا إنه نجد الواطة دي ونمش زي الصارقيل نفتش الرزق جهت هناك فيه بمعنى على يعني نمشوا على مناكبها الله قال والفلك التي تجري وين في البحر في سفينة بتجد الموجوة إنما تمشي على سطح البحر ده كله أدلة على إنه فيه تأتي بمعنى شنو على إذا أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم الذي على السماء ربنا ما يجو السماء تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا إنما الله تبارك وتعالى فوق السماوات ليس فوقه شيء تبارك وتعالى ليس فوقه شيء والدليل على ذلك قال تعالى في سورة الأنعام وهو القاهراء فوق عباده وهو اللطيف الخبير الله تبارك وتعالى فوق كل العباد وكل المخلوقات المسأل هذه مشوضعت الحمد لله إذن يقول أنه ما في ذلك يعمل لك يقوم يجيب لك شبهات يقول لك طيب الله قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله لا يعني إنت دار تقول شنو بالعيدي إنه في إلهين اتنين في واحد في السماء وفي واحد في الوطى ولا في إله واحد مرة بكون في السماء ومرة بكون في الوطى إنت دار تقول لي يا توم إن ديل إذا قلت له إتنين كلامك باطل إذا قلت لي في إلهين مشرك إذا قلت لي لا هو إله واحد لكن مرة بكون فوق مرة بكون في برة بكون تعد برضو كلامك ده باطل إذا ما معنى الآية راجع كل التفاسير أي تفسير يخطر على بالك الطبري القرطبي ابن كثير السعدي البغوي كل التفاسير راجعة وهو الذي في السماء إله ما معنى إله مألوه وما هو المألوه هو المعبود ربنا في السماء معبود تعبده السماوات السبع ومن فيهن من الملائكة وغيرها من المخلوقات التي لا نعرفها كلهم يعبدون الله عز وجل وفي الأرض إله يعني معبوده إين في الأرض تعبد البشر جزء كثير من البشر والجن والكائنات الحية وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إذن وهو في السماء إله وفي الأرض إله معناه معبود في السماء ومعبود وين معبود في الأرض يقوم يقول لك وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم يقول لك الله معنات معنا في كل مكان لا من نلقى لك في كل مكان يقول لك ألا يا دي لا ألا يا دي ما معنات كذا هس إن إحنا أنا أضرب لك نسال بل مخلوق سيء هس إن إحنا هنا في الحاج يوسف لما نشوف القمر بالليل بنقول القمر معنا مش كذا القمر معنا في ناس في أمريكيا بيقولوا برضو القمر معنا هل في قمرين اتنين ولا قمر واحد قمر واحد معنا في الحاج يوسف ومع ناس في أمريكيا ومع ناس في الهند إذا كان ذا في المخلوقات يا أخوان في المخلوقات القمر فوق في السماء وهو ما عشنه مع كل النازل في أي مكان فما بالك بالخالق جل في علاه والقمر مخلوق من مخلوقات إلا عز وجل إذن الله عز وجل معنا يعني مطلع عليك يراك حيثما كنت يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وإلا لو مشان بكلام الصوفي أو غيره وهو معنا في كل مكان يلزم من الكلام ده إنه الله معاك في الحمام ذاته ولا ما كذا لأنه أنت قلت في كل مكان لو قلت لي لا في الحمام ما معنا بقول له جيب دليل من وين جيبت الاستثناء إنه ما في الحمام ما معاك جيب دليل ما هتقدر تجيب دليل يبقى أنت أشوف ما في لك حل إلا تقول إن الله عز وجل معنا مطلع علينا يعلم أحوالنا وهو في السماء تبارك وتعالى لا دي أنت بتنستغرب له يعني دي ربنا ما بيقدر عليها هو يكون في السماء الله تبارك وتعالى وفي نفس الوقت دي يطلع على أعمانه ما بيقدر عليها بيقدر تبارك وتعالى قادر الله عز وجل فهمتم أخواننا وكل شبهات اللي بيجيبوها ما نفس الكلام ده ما عندهم حاجة في الموضوع ده إذن ده الجواب على السؤال الأول الجواب على السؤال الأول سؤال الثاني قال هل الوهابية يعتقدون أن الله عز وجل جسم والله إن إحنا ما بنقول إن الله عز وجل جسم ما في دليل في دليل يثبت الكلام ده إذا عندك دليل من القرآن ومن السنة إن الله عز وجل جسم لو في دليل بنقول لك جسم ألا بيمنع شنو لكن ما في دليل ما نقول على الله عز وجل ما لم يقوله هو عن نفسه أو يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إحنا شعرنا كله بالدليل طيب لماذا الوهابية يكفرون المسلمين لأن الشرك هو الكفر وكيف تتهم كل الطرق بالشرك أول حاجة إحنا ما بنكفر من غير وجه حق وهذه تهمة تحتاج لإثبات تلما تقول لي تبت كفر إثباتك وينو إنو أنا بكفر تقول لي أنت بتقول النازل بيعملوا شرك وبيقولوا شرك أيوة في فارق بين القول الشرك والقول الكفر والعمل الشرك والعمل الكفر وبين إنو هل صاحب القول وصاحب العمل كافر ومشرك ولا لا طبعا دي أشان أنا أشرح عليك وأنا أكسد الأصوفيان أشان أشرح عليه والكلام ده بتعب معه وتعب شديد خلاص عرفته لكن في النهانة ملزم أبين ثاني بعدين تعال كيفك مرات أزول ممكن يقول كلام كفر لكن ما بيكفر كما قال الرجل الذي حكى عنه النبي سالسلام في البخاري الذي ضل راحلته قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك الكلام ده كفر ولا ما كفر كفر لكن هل الزل ده كافر لا لا ما كافر ليه لأن النبي سالسلام قال أخطأ من شدة الفرح إذن معينه قال كلام كفر لكن هو ما كفر ليه ما كفر لأنه وجد مانع من موانع التكفير إذن تفهم معلومة إنه في فرق بين العمل الكفر والكلام الكفر وهل صاحب العمل يكفر وهل صاحب الكلام يكفر أم لا دي الصوفية ما بيفهموها ونحن نعمل لك شنو كد ما در تفهم ما بيفهموها لما أنا أجيب كتاب وأقول لك الزلداء قال في الكتاب الفلاني الفلاني كلام كفر طوالي يقول لك شفته كفرونة أنا ما كفرتك يا أنا قلت لك كلامك كفر أما أنت كشخص بعينك قد تكون جاهل قد تكون عجبتك المهيوبة ساي دارت مش تأكل في الطريقة قد تكون عندك أغراض تانية فما بكفرك طوالي لأنه في شروط لابد تتوفر وفي موانع لابد تنتفي حتى يقعدوا معاك ويشوفوا أنت مشكلتك شنو في الموضوع فشوف نحن أبعد الناس عن تكفير الناس بغير حق والله أبعد الناس عن تكفير الناس بغير حق يو المنحج السلفي ما نكفر نحن الناس ساكت كده طوالي لكن نقول الكلام ده كفر العمل ده كفر الكلام ده شرك العمل ده شرك دي دي المسألة طيب قال لماذا لو هابي يكفروا المسلمين لأن الشرك هو الكفر وكيف تتهم الطرق بالشرك أما بالنسبة للطرق والشرك الطرق عند الشرك بالله تبارك وتعالى أنا أديك مثال كتاب فيوض البحور المتلاطمة فيوض البحور المتلاطمة تاليف محمد عثمان المرغني الملقب بالختم ده مؤلف الكتاب في الصفحة تلاتة وتزعين أكتب الكلام ده في الصفحة تلاتة وتزعين قال بيتكلم عن ولي اسم العيد دروس قال وسمي بالعيد دروس لأنه كان يقطع رؤوس المريدين ثم يعيدها مرة ثانية أنا ما أعرف دراس مكنا ولا دراس شو ما يشيلوا ويرجع ويركبه تاني ويشتغل عادي يقطع رأس المريد كك يشيلوا مش كده مات يرجع ويركبه تاني يشتغل طوالي شغل في المنطقة ما فيه والله شغل زي ده قال لذلك ثمي بالعيد دروس لأنه بعيد الرؤوس قال ومن كلامه من كلام الزوال ده أنا عرشها الكرسي أنا أنا لس مبانيها لو لا الحياة من ربي نار الجحيم أطفيها الكلام دا لو ما كفر تعال الديني له ويسم تاني قال العرش أنا بتع الله والكرسي برضو أنا وأنا البنيت السماء ولو ما خجلان من الله كان طفيت نار جهنم إذا الكلام دا ما كفر تعال الديني له ويسم تاني تحته طوالي قال ومن كراماته أنه دخل منطقة تسمى بعدن فسأله الناس أن تنطر السماء لبناء فقال للسماء أمطري لبنا فأمطرت لبناء نزل لهم لبن من السماء من فوق نزل لبن وتزاعتون إحنا لو تعرفة الصوفية لو بيشتغلوا معنا شعور زيدة كان بيكون حلي وخلاص والله نزل لنا عشرين رطول في الكلاقلة ثلاثين رطول في سوق ستة تريح الناس ذاتوا من اللبن الغالية لبن يومي ما يشي زايت الرطول بي ستة الرطول بي سبعة ولا ما يقول أخوان بلا لو لجيت ولي نزل لك يومي غمز أرطال ما شغل كويس لكن كله كذب ولو نزلت لبن ده ما فيه دليل من أولياء الله الصالحين ليه لأن المسيح الدجال في صعي مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو قال فيسأل السماء فتنطر السماء ويعمر الأرض فتخرج الأرض كنوزها فتتبعه كيعاسي بالنحل يقول للو تطلع تطلع دهب يقول لسما نزلي موية تنزل موية المسيح الدجال ولي ولي من أولياء الله الصالحين لما ولي يبقى تنزل لبن تنزل كابو تنزل مازع تنزل عسل ده كل ما فيه دليل إنك ولي من أولياء الله الصالحين يمكن في شياطين قاعدين فوق أسكين قرب بيكبه في اللبن يعاني صدقك ساي والله في عشرين شيطان قاعد فوق ماسكين قرب الشيخ يقول له نزل ويكبه القرب الجماعة يقول لك لا يدولي يا نزل لبن هذا ما جاي من السماء هذا جاي من الشياطين يا غلا يهديك ولا ما بيقدروا على الشغل دي بيقدروا بنزلوا لك لبن بنزلوا لك عسل فدما أنت ما تختر بالكلام ده ما تختر ولو نزل لبن ما فيه دليل إنه ولي من أولياء الله الصالحين يبقى الكلام ده في الشريعة كفر الكلام ده كفر يبقى أنت بتقول له يا أخي قال لا لا كل الطرق ما الشرك الطرق ما عندها شرك أنا لدخلت شرك جوا ولا هم هم ما دخلوا شرك يا أخي الله يهديك جيب جيب تاني السؤال البعدي الأسئلة دي أظن نهو مرسلة واحد صوفي والله أعلم أعداد دي أسئلتهم دايما زي دي لكن إن شاء الله انت تسمع بس إن شاء الله تسمع طيب قال هل يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم بذات النبي صلى الله عليه وسلم ما بيجوز ما بيجوز التوصل بذات النبي صلى الله عليه وسلم يجوز التوصل بحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن حب النبي عليه الصلاة والسلام من الأعمال الصالحة من الأعمال الصالحة أما التوصل بذاته بذات النبي صلى الله عليه وسلم ما بيجوز ونتحداك تجيب دليل نتحداك عديل تحدي كذا بتاع رجال تجيب لنا دليل إنه نتوصل بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك عمر بن الخطاب قال يا اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا فالآن نتوسل إليك بعم نبينا اللهم فسقنا ما فيه دليل إنه كان بتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من عدة دوجه أول حاجة لو هم كانوا الرواية صحيحة ما فيه إشكال لكن مشكلة في الفهم لو عمر بن الخطاب كان يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذاته في ذاته ليه عدل عن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته للتوسل بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ليه يا أخوانا الكلام ده واقع ولا ما واقع ما لو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم شخصيا كده طيب ما شخصية النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ماته لاحد يعني مش شخصيته محفوظة وذاته مش محفوظ وجاه النبي سهلا مش محفوظ طيب لو كان عمر رضي الله عنه قصد التوصل بجاه النبي سهلا أو ذاته أو شخصيته ليه خلى الحكاية دي وماش يتوسل بالعباس رضي الله عنه عشان تعرف انه عمر رضي الله عنه إنما كان يقصد التوصل بدعاء النبي سهلا من وين عرفنا الكلام ده لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حي كان بيدعو لهم كان بيدعو للصحابة الدليل في صحيح مسلم من رواية أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فدخل الرجل فقال يا رسول الله هلك العيال والزرع فاسأل الله تمارك وتعالى أن يغثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أسقنا اللهم أغثنا فنزل المطر إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حيكان بعمل شنو؟ بيدعو للصحابة الله يدعو لهم الله بعد ذلك ربنا بنزل لهم الخير لما مات النبي صلى الله عليه وسلم علم عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدعو بعد مماته فلجأ إلى من؟ للعباس رضي الله تعالى عنه قال يا عباس قم فادعوا الله لنا ودي رواية سابتة فقام العباس رضي الله عنه وقال اللهم اللهم انتبه تدعا اللهم ما نزل بلوء إلا بمصيبة ولا يرفع إلا بتوبة اللهم إنا تبنى إليك اللهم فازقنا قال الراوي فنزل المطر يبقى الموضوع موضوع بتحت توسل بدعاء الرجل الصالح ما بي ذاته ولا بي جاهه طيب هل يجوز قال طلب الدعاء من الصالحين وأهل الصلاح نفس الكلام اللي قدت لك قبو شوية أيوة بي جوز تطلب من الزول الصالح إنه يدعو لك الله بي جوز بالدليل اللي قدت لك أسي رواية أنس لكن الصالح دم نو شما تقوم تاخد الكلام دم أيوة بي جوز إذا نمشي الشيكانيبا لا ديل ماهم والله ديل ماهم السيوب تمام نوافقك إنه ديلي عم أهل الصلاح إطلاقا ماهم ديل عرفتا الزول الصالح تعرفوا كيف صالح زول مؤمن زول تقي زول ما عنده شرك ما عنده طريقة ما عنده أوراة خاصة به ما عنده دين حقه براوه زول تقي بيصلي الخمسة صلوات في الجامع زول صالح مع البشر ما بيؤذي الناس يحسن إلى الخلق عرفتا دا تحسب فيه صلاح تمشي تقول لا يا أخي أسألي الله تبارك وتعالى ما في مشكل يدعو لك الله تبارك وتعالى ما فيها مشكل أصل يبقى الفهم ما في أنه هل دا بجوز ولا ما بجوز دا ما بجوز اتفقنا عليه لكن الإشكال فيه الإختلاف في أنه من هو زول الصالح اللي بيسألو شاني يسأل لنا الله تبارك وتعالى هنا وخلاف في الحتة دي لو دار تثبت لي أن الشيوخ ديل هم صالحين تعال وريني صالحين كيف تعال وريني صالح بيقول للناس عبدوني إن كنت في هم وغم فغم وندا وقل يا مرغني أنجيك من كل شدة دا صالح إنا بخطب في البلاد نزيله قل يا ولي الله إسماعيل دا صالح ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا فما زال مسبولا على الناس ستركهم دا صالح ها حسن سيدي وتحسونه بكم حسن فوق الكون مدحك كم دا صالح دا صالح ها في كربك عنده بتغيثك جنه لا تضحك عنده كنت ثابت عنده دا صالح هل دال يوم أهل الصلاح دال ما يوم عرفتها وأنا ما أقول لك ما يهم عندي دليل وعندي وسيغة ما بتكلم ساكت طيب هل يجوز أن يسأل الإنسان عما كان الله تبارك وتعالى أيها بجوز بجوز لأنه في صحيح مسلم النبي ساكت ذا سلم سأل جارية قال لكن there أين الله قالت في السماء قال المعاوية رضي الله عنه ابني الحكم قال اعتقها فإنها مؤمنة يبقى جوز السؤال بأين الله النبي سأسلم ما نحن ما نحن الرسول سأل какое الجارية قال لها أين الله وما بتقدر تطعن في صحة هذا الحديث والله إن طرieni كنت جزي واجه عشان تقول لها الحديث ده ما صحيح ما بتقدر ولو دار تنزل نقاش بتاع إسناد وعلم الحديث ما عندنا مانع مستعدين ننقشك طوالب نجيب كتب الحديث ونجيب كتب الرجال ننقش الاسناد رجل رجل في الاسناد ننقشه تعالق نعني إنه الحديث ما صحيح ما بتقدر وفي صحيح مسلم تقال وإن في صحيح الإمام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة طيب قال هل المذاهب بدعة المذاهب ما بدعة المذاهب ما بدعة لكن المذاهب ماها الطرق لأنه دار يوصل لك لجنوب لما تقول للمذاه يقول لك المذاهب مسحب مالك مسحب ابو حنيفة مسحب الإمام مالك ومسحب أحمد والشافعي ده البدعة تقول لها لا ما بدعة قل لك إذن الطريقة السمانية ما بدعة والطريقة التجانية ما بدعة والطريقة القادرية ما بدعة ليه لأنه ديل زي المذاهب بالله ديل زي المذاهب من الله خلقك لقاك زول أفتاك قال لك كما في مذهب السمانية لقاك عالم قال لك زي ذا من الله خلقك أفتاك فتوى قال لك كما في مذهب السمانية من الله خلقك لقاك حديث صحح المكاشف من الله خلقك والله انا دائر يا اخواننا جيبوا لي. لقياك عديد صح على المقاش فيه. يا ناس عدتم بتلعبوا علينا ولا شون. هل المالكية كان يقولوا هه هو اه اه اه. كان بيقولوا كذا. المالكية بقولوا كذا. الشافعية كان بلفوا بك و رمى ومعد يدقوا الواطة. ها كان بيطيروا فوق ويقعوا الواطة. الشافعية. الحنابلة عندهم نوبة. نوبتهم كيف? الصوت بتاعها كيف? دل دل ولا دم دم. الحنابلة. جيد دليل الصيوف. نحن بنطالبك بالدليل. وين النوبة حقية الامام احمد ابن حمد. الكاشكوش وينو? كسلو كسلو. الصفارة. تيت تيت. وينها? وينها? يا هذول دي ما ما في علاقة بيناتن. شامت قول لي ديل وديل واحد. لا ما واحد اصلا. دي مذاهب معتبرة يا اخي مبنية على الادلة. والخلافة الوجع بيناتن خلاف في فهم النصوص. خلاف في فهم النصوص والنصوص اللي عندهم صحيحة كلها. وخلاف ذاته في فهم النصوص مبني على الادلة. يعني الشافعي لمن يفهم حديث ما بيفهمه بيا راسه ساكن. بيفهمه بيفهم قد يكون عند المالك ما موجود. والاتنين صحيح. تمشي بيدا. ما في مشكلة. تمشي بيداك ما. يا خنا اضرب لك مثال. اضرب لك مثال. الوضو دهسي. مش سنة النبي صلى سلم. تتوضى واحد واحد. او اتنين اتنين. او تلاتة تلاتة. مجد كله سنة. تلقى عند الشا عند المالكية مثلا تلاتة تلاتة. عند الشافعية واحد واحد. عند الحنابلاء اتنين اتنين. كلهم صحيح. ما في واحد فيهم غلط. لكن ما في شافعي واحد. ولا في حنبل واحد. كان بيقول من الواطة ويقول كب يا شيخنا الشافعي. ما في واحد. شافعي واحد كان بيقول كلام زيدا. عرفته? ما كان بيختلف في الاصول. ولا بيختلف في العقائد إنما اختلاف في مسائل فقهية في الفروع بتاعت الإسلام طيب قال هل جمع القرآن بعد الرسول سأسأل لم بدعة لا لا ما بدعة جمع القرآن الكريم ما بدعة لأنه أجمعوا منه القرآن الكريم من الذي جمع القرآن سؤال جمعه عثمان رضي الله تعالى عنه براو ولا شاور الصحابة وافقوا شاور وافقوا طيب فعل عثمان وموافقة الصحابة نسميه بدعة هل القرآن الكريم الموجود الآن عندنا دا بدعة لا لا ما بنسميه بدعة هذه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه سلم قال اغتدوا بالخلفاء الراشدين من بعد وقال عليكم بسنة وسنة القلفاء الراشدين المهديين من بعد منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وربنا نجزي وخير جمعنينا القرآن الآن موجود عندك تقلق القرآن دا كان كده القرآن لا حسنا الله يهديك القرآن ما كان كده كان واحد عند سورتين بجاي واحد عنده آيتين في مصر واحد عنده سورتين في العراق واحد عنده سورة واحدة في مكة فالقرآن كان متفرد عثمان ابن عفان خشي أن يضيع القرآن وربنا سخروا لأن القرآن ما بيضيع ربنا سخر عثمان لما الحفاظ كلهم وجمعوا القرآن في مصحف واحد الآن موجود عندك طيب جزاكم الله خير بارك الله فيه الزمن لسه طيب جاب آخر نجاوب على آخر سؤال في الورقة قال هل الطرق الصوفية بدعة جاوبنا على سؤال نعم الطرق الصوفية بدعة الطرق الصوفية بدعة ليه واحد النبي سالسلم ما كان صوفي نمرة واحد نمرة اثنين أبو بكر الصديق ما كان صوفي عثمان ما صوفي علي ما صوفي فاطمة عائشة ما كانوا صوفية رضي الله عنه كل ديل ما كانوا صوفية هل التصوف فات عليهم لا ما فات عليهم يعني معقولة حق لو كان التصوف حق وكان دين صحيح معقولة يفوت على ديل ونعرف إن إحنا هسي إطلاقا إذن تعرف إنه الطرق دي كلها ليست من دين النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم السلام عليكم